جرائم إسرائيل في غزة ستخلف مشهداً إنسانياً كارثياً لسنوات طويلة نشهد مجدداً كيف فشل العالم في اجتياز اختبار إنساني مرير إذ قامت إسرائيل بجريمة قتل جماعية ضد سكان غزة منذ السابع من أكتوبر هذه الجريمة تشمل تدمير المستشفيات والأماكن المقدسة والمدارس ومخيمات اللاجئين دون تمييز بين الأطفال والنساء والمرضى وللأسف نرى العديد من الدول تحاول تبرر هذا الواقع بناء على مصالح شخصية من الضروري أتأكيد على أن الدماء تنزف نتيجة للأفكار التي تعتمدها بعض الدول والتي ترتكب الظلم في سبيلها